هذا الشاب اللي سأل يسوع ماذا اعمل او اي صلاح اعمل كان عنده اعتقاد خاطئ فكر انه يعمل صلاح للحصول على الحياة الابدية في موضوع الخلاص ما في اي اعمال كاملة ترضي الله يعني ما في انسان يصل الى وضع الى حالة انه يستطيع ان يرضي الله من خلال اعماله يعني كان بيبني مصيره وحياته على الاعمال وليس الايمان يعني كان بعيش تحت مبدأ يعني في واحد تاني من رجاء ليسوع اللي سأل يعني ومن لما يعني اتكلم مع يسوع المسيح قال له افعل هذا فتح يا فراح سأله من هو قريبه وبرضو الرب تكلم في مثل السامر الصالح عن من هو قريبه يعني الظن حفظ الوصاية هي اللي رح تقوده للحياة الابدية جواب المسيح كان واضح قال له ليس احد صالح الا واحد وهو الله والمسيح قال عن نفسه انا هو الراعي الصالح ودعود في مزمور 27 قال يهوى راعية يعني الرب راعية والمسيح قال انا كأنه بيقول انا يا هو الراعي الصالح وهذا الصلاح تتمشى صفته مع صفة الله ليس صالح الا واحد وهو الله وهذا اللي حاول المسيح يستدرج يعني هذا الشاب انه يتكلم اذا انت فعلا بتقام انه انا صالح فهل تؤمن اني انا الله يعني عاوز اقول كتير ناس بتقامن المسيح نبي عظيم فيلسوف عظيم علم اجمل التعليم صنع اعظم المعجزات لكن هذا مش الامان المخلص الامان المخلص هو ايمانك بما فعله الرب يسوع عمل الكفار الفدائي بموته على الصليب وقيامته من بين الاموات هو تصديق لحقيقة لهوت المسيح والمسيحية لا تدعو الى اقل من هذا الشيء يعني هذا الموضوع ما في تنازلات لم المسيح ما تكلم عن الحياة الابدية مباشرة بل اجابه على الفكرة اللي هو ابتد فيها اي صلاح اي صلاح اعمل لارث الحياة الابدية ما كان عنده فكرة عن النموس وعن الشريعة وعن الوصاية لكن ما كان عنده فكرة عن النعمة الالهية عطية الله المجانية الخلاص المعد من قبل الله من خلال يسوع المسيح